موسيقى السلام عليكم كديرين أخواتي لبساليكم نتمنى ان شاء الله يلقاكم الفيديو في احسن احوال والظروف ومرحبا بكم معي من جديد وعواشركم مبروكة في هذا الفيديو ان شاء الله سنقترح عليكم جوج اقتراحات رئيسيين يعني جوج وصفات لهم الزوينين معروفين عندنا احنا كم غربة خصوصا خصوصا الحم بالبرقوق هذكر اهلا نقاش فيه بالنسبة المبتدئات خليكم معي غادي تعرفوا وغادي تشوفوا تكتشفوا معي وصفة غادي جلديدة ونجح معكم مليون في المئة كونوا اكيدين واول وصفة معانا اللي كان اقترح عليكم خصوصا للناس اللي معمرهم يجربوها ما يمكنش اختيه ما يمكنش هذل وصفة متجرباش في العيد الكبير ضروري تجربها راه شي حاجة اللي واعرة المقيلة السلوية او المقيلة المغربية راه واعرة وزوينة بزاف هي مشهورة بزاف المنطقة كيف اتجربتها وصفة وصفة متجربة من عند خالتي خالتي اختمامة تحيه من الحاجة لبس اليك هذل الوصفة ايها اللي باتالي اتجربتها من عند اول مرة صراحة كنتظرها شفتها عند شو ميشة ولكن كيفاش خديتها حيث عند خالتي كانت نضقها رائعة كانت جيبنينة بزاف وخديتت يعني الوصفة كيف ما تدين لها خالتي كيف ما اتجربتها كيف ما شفتوا معايا ما فيهاش بزاف ديال التعقاد و بزاف ديال المكونات لا عندنا الحم طبيعة الحالي الغنمي كيف ما شفتوا معايا رواخدة من الجزء ديال الضلوع مقطعين ممكن انكم باشتعونوا منيك تكونوا كتقطعوا الحولي ديالكم عند القزار قوليه يقطعلك هذوك الضلوع بالاحجامها كشوية صغيرة او لا فاش تكونيك تقطعي في الدار المهم كيف ما شفتوا الاغلبية اختاريتوا ذوك الطريفات المقيلة ممكن ديرها من اي بلاسة ولكن من هاد البلايسة هذي ديال الدلوع كتجيزوينة علاش لاني يكون في هذوك الطريفات ديال العظم كتزيدها بنا على بنا عندنا التوم تومة خصى تكون بزايد المهمة البناس تكشير على حساب الكمية الحملي درشون تومية يعني تقريبا نقولوا الكل كيلو غادي تقدروا تديروا مثلا ربعات المعالق كبارين ديالقصبور حبوب مطحون ومن الاحسن تكونوا طحنتوه ديك السعارة كوم شفتوا معايا انا يلا طاحنا باش كي اعطينا النس موان ويقعها خصوص يمتعوا تقريبا حتى الخمسة للفصوص ديال توم انا كنقول لكم الكل كيلو أضعوا راس كامل ديال توم اتنقيوه وتديروا احسن لان هذه الوصفة تبغي التومة والقصبور حبوب كل مكترتوهم كل مكتجي روعة طبيعا كنزيدو معاهم زيد الزيتون وشحمة من المنطقة ديال الكلوة تقطعوها هي اللي درتها لتحت عدزت على هذا كل القطع ديال يجب أن تخسر الماء لا تخسر الماء نهائيا غير تكون على عفية مهيلة و انتم مقابلينها مرة مرة تقلبوا ذاك شيء تحتها ديك تردوه لفوق هكا بشكل شي طيب مزيان وما تغطيوش عليها بزاف يعني بحالك تديروا نص اغطاء بحالك على الكوكوت مثلا او لهذا ولكن كنوا اكيد خليوها بعدها تطيب مزيان حتى كيوليدك الحم فتي 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 كتجي لبنات رائع ووريحتها ووعرة وممكن تستعملوها بحال شكل ديال الخليع كيف مدرت انا هكاف في واحد طويجين صغير كتديروها هكا كتاخدوها وديروها وديروها وديدو عليها البيض كتجي ووعرة في صواف الفطور وللقوطة ولاشا ولففوقت ما بغيت والمهم حل استعمال الخليع هي كتجي بنينا بزافة البنات المهم جربوها بها الطريقة اللي شاركت معاكم واكيد ما غادش ندمو غاد يتعجبكم وغادشو اللي بتعتمدوها كل عيد ان شاء الله نمرو الوصفة الثانية اللي هي الحم بالبرقوق المهم الحم بالبرقوق هدي نديروها البنات بالمروزية بالعطرية ديال المروزية هاوما التوابيل انا كتبهم لكم هكا على الشاشة وبالنسبة للناس اللي ما عندهمش مثلا المروزية ما متوفراش مثلا الناس اللي كيكونوا في بلاد المهجار ولا هدا ممكن تستعملو هاد هاد توابيل هادي اللي كتشوفو معايا خام حال هكا هادي باديانة او لا نجمة لينسون تسميها العرب اا في بعض الدول العربية تسمي واقلة نجمة لينسون المهم هنحنا سنقولو لها الباديانة وعندنا اا اا قعقلة ها هي هديك الخضره اللي تيقولو لها الهيل اا في الدول العربية وهادي المهم كانت منه ما نكونش غلط المهم هادي بسي بيسا والخراق عقلة وهادي كباديانة هادو بثلاثة بيهم إلا كانوا عندكم اعتقدوا كمية شوية شوية من كل حاجة وديروها في طحانة ديال العطرية ديالكم وطحنوهم وستعملوهم وما تنسوش تستعملو أوراق ديال للرند أو لأوراق سيدنا موسى وكذلك اللي غادي يبنن بزاف هاد الوصفة وكيعطيها واحد تمييز هو الزعفران حرة البنات إلا ما كانش عندكم ديرو هاداك الضويمة ديال الزعفران ديال ديال كنور بالضبط هادك ديال كنور كاشكن في هنس ما عاطية بزاف وكي يكون زوين المهم هو من الاحسن صراحة الزعفران الحر هنا باش غادي نزين طبق ديالي غادي نستعمل شوية من المشماش وشوية من البرقوق اليابس غادي كذلك نستعمل شوية اللوز تهوة غادي ننطيب الماء ونديروها لذاك اللوز من الاحسن البنات اللوز من الاحسن انكم ديرو له المطايب تخليوا واحدة بضع هكا دقائق ومن بعد تبدا وتفسخوه تقشروه احسن ما انكم تسلقوه مدة طويلة في الماء لانه بحريك يدخلو داك الماء ومكيجيش زوين في القليان مكيجيش مقارمش فمن الاحسن ديروه في المطايب خليوا غير واحد شوية يبدأ يباليكم بانه صافي ممكن انه يتفسخ عادة فسخوه او لقشروه ونشفوه مزيان مزيان البنات ويلا كنتو مزروبين علي ومعندكم مش الوقت باش نشفوه مزيان ولا تخليوه في شي صينيه هكا ليلة كاملة دخلوه الفران اللي تكونو داجة شعلتوه وطفيتوه او اللي خليو الفران مثلا نقصوه وخليوه باش ينشف مزيان في الفران هادي من الليزاستوس اللي كاندير اعنا شخصيا بنيتا نكون مزروبة على اللوز هاكا كان نشفوه وعاد من بعد كان نخرجوه وكان قليف زيت باردة زيت باردة ضروري تكون باردة البنات هادو من الليزاستوس اللي كيعطيونا واحد اللوز كيجي مقارمش ومحمر دهبي بوحت اللون زوين البنات رغادي تحيدوهم لنا الزيت قبل ما يشدلون اللي انتو ما بغيتوه غيري بدايبان يدهب شي شوية وحيدو لانه كيكمل طيابه من بعد باش ميتحرقش ليكم صافي بالنسبة للحم درت له دكتاوبيل كاملة معدتم بطبيعة الحال ومدرتش الزيتو يعني خليتو تتماغينه بزيان ساعات بحلقة خليتو غطيتو درتوه في كلاجة وعاد من بعد يعني من احسن الليلة كاملة عاد من بعد رضيتو الطيب طبيعة نديرو البصلة كتشلدوها تديروها بشوية كمية وفيرة شوية باش تجي تعطينا ديك الدغميره وكن رضو اللحم ديالني طيب على عافية مهيلة ياكلوها البنات ومديروش لما بزيف ديرو شوية ولا مديروش قاع المهمة وما رضو البل ما مخصوش يكون كثير باش يعطيكم هنا في كي يكون سر ديال بنا تسوى تجاج ولا وللحم رهيلة رضيتوه بكري ونقصتوه عليه البوطة بزيف مهيلة هو كي يطلق لما دياله مع ديك البصيلة وكي طيب على حقه وطريقه وما يجيش باسل المهم ما تنسوش زيت الزيتون بطبيعة الحال من رضوه هي طيب وكي ما قلت لكم خليوه رضوه بكري وخليوه هي طيب على خاطره هنا كا باش نرافق طبق ديالي غادي نستعمل هذا الدنجل اللي شفتوه معايا قدرتوه غير في مقلة بحال هادي نيت لك تشوفو كيف ما شفتوه في اللحة وكا قطعتوه على على ربعة ولكن ما قطعتوه شتى لفوق ودرتوه في مقلة ودرت ليش شوية دياله وغطيت عليه بحالي غادي تسلق نسلقه ومن بعد حيتو كيف ما شفتوه ودرتوه في مول ووجيت لي ديك الشرمولة اللي فيها التومة والربيع وشوية الملحة وليبزاره والكامون والتحميره ومشي شوية ديال الزهتر المهم الشرمولة المغربية ديالنا البنات سوف يدخلت هذيك الشرمولة هكا يفوست هذيك الدنجالات الناكن فيما شفتوه اختاريتهم شوية في الحجم متوسطين او لصغار حسن ودرتهم في فرن يجيوا رائعين يجيوا بنان بزيت زيتون طبعا يجيوا وارين وهنا غادي نستعمل شوية ديال الخضر صوتي باش نرافقوا بهاته هي الطبق ديالنا كيف ما شفتوه كندير فيها شي شوية ديال الملحة شوية ديال البزار وشوية ديال التوما بطبع الحال محكوكا شوية ديال الزهتر او الاعشاب منسيمة سافي وكنديرهم مع زيت الزيتون ايلا بغيتوا تديروا طريفة الزبدة كي يجيوا وزوينين بالزبدة فصراحة يعني باش يجيكم من الصراحة كي يجيوا وارين بالزبدة سافي وكننا نسوطيه ما كيف في المقلع بالنسبة لهذا المشماش وحتى الاخر البرقوق نديروه في الماء ونخليوه يتسلق واحد شوية من بعد كين قصد ذاك الماشي شوية ديال البناس خودوا من المارق ديال هادي تايم الازاستوس باش يجيونه بنا نزوينين خودوا من المارق مصفي مصفي اللي ديال الحم وضيفوه عليهم وحتى الاخر البناس وزيدوا شوية ديال المزهر مع طريف ديال الزبدة طبيعا الحر نديرو القرفة والسكر ها ديال ضروري باش يجي معسل وزويون حتى الاخر كيف ما قلت لكم وزيدوا شوية ديال المزهر وطريف الزبدة كي يجيوا ألد ما يكون كي يجيوا بنان بزاف بها الطريقة المشماش والبرقوق المعسلين ديالنا هنا الحم كيف ما شفتوه وطبعا خاطره حتى اللزب ديال البناس يقول لي كي تفرسط بوحده من العظم وكتخليوا ديال المرقة دياله حتى كتوقف ما كي يجيش مزيت وكتجي المرقة عفوا كتجي المرقة دياله عفوا واقفة وملبية وخاترة كتجيزوينة وهذا الدنجل اللي قلت لكم من خرجتهم الفرن هو كي طيب مزيان وكي جزوين وكي شرب ديال الشرمولة وكي جيبنين هنا باش غادين كدسير يعني من المورة هاد الوجبة ان شاء الله غادين حتى هاد دسير هادا غير فلون انا خلط جوج الانواع هكا بش يجيو مغايير شوية في المعداق وشوية طريفات هكا ديال دسير اللي كان عندكم يعني الفواكيه اللي كان عندكم انا درت هنا غير خوخ وشوية من ذاك اللوز شاطلية هرمشته وضفته من الفوق مع طبق هكا ديال فواكيه اللي متوفرة المهم بحل هكا كيكون العشيوة كتكون متكاملة وزوينة وتيكون هادا هو الشكل نهائي ديال طبق الرئيسي ديالنا اللي هو الحمب البرقوق شو هنقول لكم البنات كيجيو رائع بزاف كيجيو روعة عاسي كيجيو بنين بزاف لانه شارب ذيك التتبيله وذيك التوابل اللي شاركت معاكم تماغينا على حقه وطريقه وكذلك في الطياب ثاني طبع لا خاطر خاطره السر في اللي ديالبنات في الطياب رهيه ان الحاجة الطيب على مهل على عافية مهيلة خليوها الطيب وما تديروش المامة وكذلك المريقية لبنات عاقدة وواقفة وخاطره لا يجبني اللحم صراحة بحلقة في الجنب تبصيل ذلك الزيت صراحة بيني وبينكم نرى شيء تبصيل بحيكة وخيكو اللحم بنين فمن الأحسن المريقية تأتي حدها قدها وواقفة وبنينة وخاطره وصراحة طيب على حقه وطريقه كي تحرير بوحده من العظم فتبعوها الطريقة وهذا المقادر اللي اعطيتكم اكيد ما غديش تندمه وكذلك الدنجال تهو اللي شاركتم معكم بذيك الطريقة تيجي تهوه بنين بزاف ممكن تديروه غير في الأيام العادية ترفقو به اي حاجة درتوها تهوه كيجي رائع بزاف بزاف صفيح تل هنا كيكون الفيديو سهلة كنتمنى انه هنا لإعجابكم كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفات خصوصا المقيلة ونخليكم في اماني لاحظة الفيديو الجاي ان شاء الله اشتركوا في القناة